مرض الحمى القلاعية في 2019 ظهرت عندنا في أول سنة بعض البؤار دي الحمى القلاعية في بعض الأقاليم المملكة ويتضافر جهود جميع المتدخلين من مصالح بيطارية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمكتب الغذائية السلطات المحلية والدرك الملكي تم القضاء بسرعة كبيرة على هذه الأمراض سنعرفه بأنه مرض الحمى القلاعية مرض لجميع المتدخلين كيعطيه واحد العناية خاصة وأذكروا بالذكر الأطباء البيطاري الخواص من خلال العمل لهم اليومي والتصال مباشر بالكسابة فعندما منك يلاحظوا بأن هناك أعراض اللي يمكن يشتبهوا فيها بالحمى القلاعية فكيتم الاتصال مباشرة بالمصالح البيطارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والأخذ العينات من أجل تحليل دي لها في المختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمتدخل الغذائية من أجل تشخيص المرض منكتباً هذا البؤار فالمصالح البيطارية كتدخل مع السلطات المحلية والدرك الملكي من أجل استقصال البؤرة وذلك بإتلاف الحيوانات المصابة والحساسة تطهير الضيعة لحد من تنقل إنسان والحيوان وكذلك المعدات دي للضيعة لأنها كتتبر وسيلة لتنقل الفيروس خارج الضيعة القيام بحملات تمشيطية من أجل معرفة هل هناك حيوانات أخرى مصابة حول البؤرة التي تم اكتشافها وتلقيح هذه الحيوانات الموجودة حول البؤرة سنعرف كذلك على أنه عملية تلقيح فهي عملية مستمرة منذ سنة 2014 منذ دهور المرض في دول الجوار فهنادك المكسف الوطني تأخذ هذا التلقيح كإجراء احترازي من أجل تحصين القاطع الوطني من الأبقار هذه الحملة كتتم سنويا وكيقوم بها الأطباء البيطرة الخواص وكذلك المصالح البيطرية المصالح البيطرية هناك التقنيين لكي لابوها الدور كبير وفعال في العمل اليومي دي المصالح البيطرية والأطباء البيطرة فهذه الحملة كتتم سنويا في نفس الفترة والتي كتتم جميع القطاع الوطني حملة مجانية لأنه المكسف الوطني كيتحمل المصاريف ديال شراء اللقاح وكذلك المصاريف النتيجة عن الأطباء البيطرة الخواص اللي كيقوموا هذه العملات ديال تلقيح وكتهم جميع المناطق المملكة وجميع القطاع ديال الأبقار النقطة ديال اللي هي مهمة كذلك هي نقطة ديال تعويض الفلاحين فكل بؤرة تم اكتشافها وتم القضاء على الحيوانات المتواجدة في هالضيعة فغيتم تعويض الفلاحة طبق القوانين الجريبية للعمل وهالتعويض فهو تعويض نقدر نقول بأنه مهم لأنه كيساوي السومة الشرائية عن ديال الحيوانات في السوق الوطني من كان قتله كان قتله الحيوانات المريضة والحيوانات الحساسة لأنه يقدر يكون واحد الحيوان في الضيعة هذا اللي يكون مازلما بيش الأعراض تخلوا الفيروس لأنه عندك يدخل الفيروس اللي في بقى تل that eightйs are 10ية البعد يبانيovers المرض فهذك الالفترة يقدر يكون الحيوان مازلما بيش الأعراض باللعين المجردا ما Nehann عرفهش ولكن يقدر يكون وسيلة ديال تنقل الفيروس خارج الضيعه الإنسان غير معني بمرض الحومة القولاعية أنا يبقل الغير معني يعني أن الفيروس ديال حومة القولاعية ما كيصبش الإنسان لا مباشرة بالاحتكاك الإنسان مع الحيوان المريض ولا بالاستهلاك المواد الحيوانية كاللحوم حمراء ومشتقتها والحليب ومشتقته كما سبق لي وقلت بأنه مرض خاص بالأبقار يعني أن قطاع دواج غير معني بتاتا بهذا المرض الإنسان كما قلنا يمكن يلعب كوسيلة لتنقل الفيروس ولا يمكن أن يصاب بمرض الحمى القلائية